موسيقى اهلا بكم الى نشط الاخبار من قناة سماو البداية بالعناوين جاي اعمل تسوي لابن خوي يجي على حضن الوطن تلبية لرغبة الاهالي مركز التسوية بخان شيخون يستمر باستقبال الراغبين بتسوية اوضاعهم موسيقى بمشاركة المقداد وعلى هامش الدورة السابع والسبعين للجمعية العامة دول حركة عدم الانحياز تجدد مطالبة اسرائيل بضرورة الانسحاب من كامل الجولان موسيقى تم تصميم هذه المحطة بفكرة ودراسة من قبل الخبرات الوطنية الموجودة بالمؤسسة وزير الكهرباء قوافل المعدات الكهربائية ستصل الى جميع المحافظات لتحسين الشبكة موسيقى اهلا بكم مجددا دعا المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط الدكتور احمد المنظري المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري التضامن معه لاعطائه فرصة لحياة كريمة يتمتع فيها بالصحة والعافية قال الدكتور المنظري في بيانه حول الاحتياجات الصحية في سوريا عقب زيارته الى دماشق ودرعى خلال الايام الثلاثة الماضية ان هذه العقوبات باتت تؤثر في الصحة العامة او في الوضع الاقتصادي نهيك عما ينجم عنها من نقص الوقود والمياه والكهرباء اعلنت وزارة الدفاع الروسية تجدد اعتداءات تنظيم جبهة النصر الارهابي من منطقة خفض التصعيد شمال غربي البلاد على ريف حلب الغربية في وقتا واصل فيه الجيش العربي السوري رده على خروقات التنظيم لاتفاق وقف اطلاق النار في المنطقة كبدى دواعش البادية خسائر في الافراد والعتاد حسب موسكو تم تسجيل اربع هجمات قصفان من مواقع تنظيم جبهة النصر الارهابي في منطقة خفض التصعيد في ادلب خلال اليوم الماضي في محافظة حلب قد ردت وحدات الجيش العربي السوري على اعتداءات الارهابيين في ريف حلب الغربي باستهداف مواقعهم بقصف صاروخي على جبهة اورم الكبرى في قطاعي ريفي حما شمالي وادلب الجنوبي من منطقة خفض التصعيد اكد مصدر ميداني غير راسمي ان وحدات الجيش دكت بالمدفعية الثقيلة مواقع لتنظيم جبهة النصر وحلفائه في محاور التماس بسهل الغاب الشمالي الغربي كما استهدفت تحركات مؤللة لارهابيه في محيط البارة ونقاط تمركزهم في الافطيرة وفليفل واسفوها برفي ادلب الجنوبي تلبية لرغبة الاهالي باستمرار التسويات التي طرحتها الدولة يستمر عمل مركز التسوية الذي افتتحته الجهات المختصة في السابع من الشهر الجاري في مدينة خان شيخون بريف ادلب لإفساح المجال امام الراغبين بتسوية اوضاعهم أنا من صوران حما جاي اعمل تسويه لابن خويه يجي على حضن الوطن ومنشكر سيادة الرئيس بشار الاسد اللي قام بهال المكرمي الجميلي الكويسي لابناؤه ويجع لا يتردد ولا لحظة تعامل جدا ممتاز يعني تعامل جدا فضيح تعامل اخوي طبعا يعني بدرجة الاولى تمام يعني وهذا العمل جدا ممتاز باعتبار يعني فيه ناس يعني مجبرين يعني للسفر لبرة وهلا بترجعوا على بلدهم لارضهم يعني وهذا العمل المصالحة يعني جدا ممتاز يرجعوا لبيتهم لأهلهم لشعبهم لناسهم أنا عمل طلب مصالحة حامشان ابنين أنا فران من 2020 وهلأ جاي سيسوي تسويه في منطقة ادلب 2022 بشكر سيدة الرئيس على التسويه وعالوضع اللي احنا فيه هلأ حاليا جددت الصين دعوتها الولايات المتحدة إلى ضرورة احترام سيادة سوريا وحدة اراضيها والتوقف عن نهب مواردها الوطنية اقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغوينج بن في مؤتمر صحفي ان سوريا هي ضحية اخرى للانظمة الامريكية التي يحرم بموجبها الشعب السوري من حقوقه وحياته اعمال السرق الامريكية اصبحت اكثر تهوى فبحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بلغ متوسط انتاج النفط اليومي من خلال النصف الاول من عام 2022 حوالي 80300 برميل فيما تسرق قوات الاحتلال الامريكية ومرتزقتها ما يصل الى 66000 برميل يوميا اي ما يعادل 82% من اجمال انتاج النفط ومنذ بداية شهر اب اغسطس وقعت ما لا يقول عن 10 سرقات نفط وتم استخدام حوالي 800 صهريج لنقل النفط المسروق الى القواعد الامريكية خارج سوريا بحث وزير الخارجية والمغتربين دكتور فيصل مقداد مع وزراء خارجية بيلاروس ولاوس ونيكاراغوا وفنزولا على هامش اعمال الدورة 77 للجمعية العامة للامم المتحدة التطورات على الساحة الدولية والقضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية ضرورة مواجهة الاجراءات القسرية غير الشرعية احادية الجانب المفروضة من الغرب على بعض الدول اتفق المقداد ونظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في ظل ما تواجه البلدان من صعوبات بسبب الاجراءات القسرية غير الشرعية احادية الجانب المفروضة على شعبيهما من قبل الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية الاخرى خلال لقائه وزير خارجية نيكاراغوا دينيس منكادة لفت المقداد الى ان التعاون والتنسيق بين البلدان في المحافل الدولية هو في اعلى صوره ويجب ان يستمر وخاصة في ظل التحديات التي يتعرض لها البلدان بسبب السياسات المعادية للدول الغربية جددت دول حركة عدم الانحياز موقفة ثابت بشأن الجولان السورية المحتل مطالبة اسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 وضرورة الانسحاب الكامل من الجولان السورية المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 افقا لقرار مجلس الامن 242 و338 اعتمدت الحركة خلال اجتماعها الوزاري بمشاركة وزير الخارجية والمقتربين الدكتور فيصل مقداد على هامش الدورة 77 للجمعية العامة اعلانا سياسيا عكس مواقف الحركة من مختلف القضايا على الصحة الدولية خاصة التأكيد على موقفها المبدئية والتزام الثابت بمكافحة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهرها وضرورة قامة نظام عالميا عادل ومنصف بعيدا عن الاثر السلبي للازمات المالية والاقتصادية العالمية استمرار نقص الموارد وعدم المساواة في معدلات التبادل التجارية وعدم تعاون البلدان المتقدمة فضلا عن تأثير التدابير القسرية التي يفردها بعضها استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في نيويورك أيضا عقد وزراء خارجية روسيا وإيران إضافة إلى نظام تركيا اجتماعا وزاريا بصيغة أستانا بشأن الوضع في سوريا على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمحادثات خلف الأبواب المغلقة ويأتي الاجتماع على خلفية تزايد قصف منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل مصلحي جبهة النصرى وإشاراتا من أنقرة حول احتمال تنظيم مباحثات سوريا تركية بين مسؤولي البلدين هذا وقد انضم الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بادرسون إلى الوزراء في الاجتماع تولي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو ثلاث إلى خمس درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفضا جويا سطحي من الجنوب الشرقي ترافق بامتداد ضعيف لمنخفضا جوي في طبقات الجو العليا وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة مهيئة لهطل زخات متفرقة من المطار وخاصة فوق المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة تكون مصحوبة بالرعد أحيانا وتكون الأجواء ليلا باردة نسبيا بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية والمناطق الجنوبية الغربية والوسطى أعلنت اللجان القضائية في محافظات حلب، السويداء، درعا، طرطوس وإدلاب نتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية فيها وكانت أعلنت خلال اليومين الماضيين محافظات دمشق والقنيطرة والرقة واللاذقية وحمص ودير الزور والحسكة وحماء وبالتالي لم يتبقى سوى محافظة ريف دمشق لم تعلن نتائجها وذلك بعدما تمت إعادة الانتخابات في عدة مراكز أمن المتوقع أن تعلن النتائج في وقت لاحق وقد أوضح مدير المجالس والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية محمد إياد الشمعة في تصريح سابق أن وزير الإدارة المحلية يدعو المجالس المحلية خلال 15 يوما للانعقاد من يوم صدور المراسيم والقرارات الخاصة بها في حال لم تتم الدعوة تعتبر هذه المجالس منعقدة في اليوم السادس عشر وقعت جامعة دمشق مع هيئة التمييز والإبداع اتفاقا لتعزيز التعاون العلمي بناء على رغبة المتبادلة في تعزيز التعاون في مجال تمكين وتطوير البحث العلمي التبادل الخبرات والآراء بما يحقق أهداف هذه الشراكة في تعزيز سبل تعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بموجب الاتفاقية يتعاون الفريقان على إحداث وحدة دعم النشر الخارجي التي تهدف إلى تطوير وتمكين أسس النشر الخارجي لدى الباحثين تابعين للفريقين تأمين بيئة علمية مناسبة تتضمن الأدوات اللازمة للباحثين للعمل على أبحاثهم بطريقة علمية ممنهجة ومنظمة بما يتوافق مع المعايير العالمية كذلك التعاون في إجراء البحوث والدراسات المشتركة في المجالات العلمية والاستفادة المتبادلة من الخبرات والكواد البحثية لديهما التعاون أيضا في تنظيم الفعاليات العلمية والبحثية إضافة إلى إعداد وتنظيم البرامج تدريسية التي تستهدف بناء الخبرات البحثية الشابة وتمكينها من أدوات البحث العلمي الاتفاقية تتعلق بإنشاء وحدة دعم النشر العلمي البحثي الخارجي طبعا النشر العلمي له أهمية كتير كبيرة في مجال رفع تصنيف الجامعات وفي مجال إيجاد موطئ قدم مواضح ومميز لجامع الدمشق في مجال البحث العلمي العالمي حبينا نعمل هذا المشروع المشترك مع الجامعة كونه هي حاضنة أساسية لطلاب البرامج الأكاديمية باختصاصات نوعية لحتى تكون هي الرابط ما بين طلابنا وطلاب الجامعة بما يخص النشر الخارجي ودعم آليات النشر الخارجي ضمن الجامعة أفراد الموجودين كطلاب هم المميزين وكفاءاتهم كبيرة جدا فالاتفاق الذي يصير هو إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات المتميزين أن يرتقوا بدراساتهم وبحوثهم العلمية وصلت قافلة من التجهيزات والمعدات والمحاولات الكهربائية إلى محافظة حما لدعم عمل شبكة الكهربائية في المحافظة التنفيذ أعمال الصيانة بهدف تحسين واقعها أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن هذه القافلة تأتي في إطار الدعم الحكومي لإعادة صيانة المنظومة الكهربائية والتحسين الواقع الكهربائي واستقراري في محافظة حما لافتا إلى أنه تم تجهيزها لتضم محاولات وأبراجا أكابلات وأمراس ألمنيوم لإعادة تأهيل وصيانة المنظومة الكهربائية ثلاثة عشر شاحنة وصلت محافظة حما محملة بتجهيزات ومعدات كهربائية تهدف لتحسين واقع المنظومة الكهربائية في المحافظة وسط آمال المواطنين بتحسن ترددية الشبكة والتخفيف من الأعطال المستمرة القافلة تضمنت مراكز تحويل وزيوت خاصة بالمحولات وأبراجا حديدية وأعمدة بيتونية وكابلات وأمراسا وعلب وصل وسيتم توزيعها وفق الأولويات لمختلف مناطق المحافظة في ريفا ومدينة هذه المحطة كانت محطة نقالة في اختناقات بمحطة الإسمنت ومحطة حما تم تصميم هذه المحطة بفكرة ودراسة من قبل الخبرات الوطنية الموجودة بالمؤسسة وتم تنفيذها من أجل تخفيف عن محطة الإسمنت ومحطة حما 2 العمال الفنية فيها ممتازين مجموعاتنا شغالة حملاتها جيدة إنا منحي كل فترة أو فترة بنوقف للصيانة الدورية أو الطارئة حياة مسلاحنا العطلة طارئ بنوقف شانه Delta نعمل صيانة أو صيانة دورية كل ست شهر فيها صيانة دورية لمجموعات اليوم المجموعات الأولى شغالة حمول 108 ميقوات المجموع الثالثة الشغالة حمول 107-107 ميقوات المجموع الثاني وقف أسبوع صيانة دورية عادية إن شاء الله الجمعة الليلة راح بلشق لها تكيب مركز تحويس 630 كافئة تخفيف حمولي عن مركز الشعبي الجديد ومركز عبدالله عمرياض طبعا وتحسير وضع الكهربائي بشكل عام نتيجة المشروع الجديد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل اطلع ضمن زيارة موسعة تزامنا مع وصول القافلة على أعمال السيانة التي تجريها الورشات الفنية في الشركة العامة لمحطة توليد كهرباء الزارة للمجموعة الثانية بهدف رفع طاقتها وكفاءتها الانتاجية وعمال إنشاء محطة تحويل بيرين 66 على 20 كيفي في الريف الجنوبي وتأهيل خطوط المنخفض في ناحية عقرب ومركز تحويل أرضي في مدينة مصياف طبعا يتم تجهيز قوافل لكافة المحافظات من أجل زيادة وتوقية شبكة الكهربائية استعدادة لفصل الشتاء بدأت زيارة بمحطة توليد الزارة طلعنا عمال الصيانة التي تجرى الآن الصيانة الدورية التي تجرى الآن في الثانية إضافة إلى أبراج التبريد ثم بعد ذلك إلى محطة بيرين محطة جديدة يتم إنشاءها بكوادر وطنية محطة 66 عشرين مؤقتة لحل مشكلة الكهرباء في هذه المنطقة ثم تابعنا تفقدنا بعض الأعمال التي تقوم بها شركة كهرباء حماه في أكثر من المنطقة منها مصياف تجهيز جاي الهدف منها تحسين الواقع الكهربائي في محافظة حماه من تكبير استطاعات المحاولات المركبة مشان فترة اللي بتيجي فيها الكهرباء ما يصير في عنا انقطاعات كمان في عنا شبكات مهترئة هالشبكات هي بتسبب ضعف كهرباء كمان بتسبب أعطال كثير وخاصة بفصل الشتاء فنحن رح نقوم باستبدال الجزء الأكبر من هذه الشبكات بالمواد المقدمة من الوزارة كمان في عنا قرى إعادة تأهيل القرى لدمر الإرهاب الشبكات اللي دمر الإرهاب حسب الخطط الموضوعة رح نقوم بإعادة شبك الكهربائي لهذه القرى من أجل مساعدة الأهالي العودة إلى استقرارهم في قرىهم جهود حكومية كبيرة لتحسين واقع الشبكة الكهربائية في كافة المحافظات السورية قبل قدوم فصل الشتاء بجهود وخبرات وطنية لعلها تنعكس إجابا على المواطنين في السياق أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الوجهة القادمة لقافلة المعدات الكهربائية اللازمة للصيانة الشبكة وتحسين واقعها ستكون باتجاه محافظة درعا ومنها إلى محافظة السويدة والقنيطرة وريف دمشق وترطو سصولا إلى جميع المحافظات وأشار الوزير الزامل في تصريح لصحيفة الثورة المحلية إلى أن قيمة المواد التي تم توزيعها والتي ستوزع في قادمات الأيام تصل إلى عشرات المليارات من الليرات وهي تأتي في إطار الدعم الحكومي الدائم لإعادة صيانة المنظومة وتحسين الواقع الكهربائي في جميع المحافظات دون استثناء منوها إلى أن الأولوية ستكون للمناطق التي دمرت فيها البنية التحتية الكهربائية بفعل المجموعات الإرهابية افتتاح معمل الألبان والأجبان في مدينة السبخة بريف الرقة المحرر بالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ مشروع دعم سلسلة القيمة للمنتجات الحيوانية وبإشراف جمعية سوريا اليمامة تم افتتاح معمل الأجبان والألبان في مدينة السبخة بريف الرقة الشرقي المحرر المعمل يستقبل الحليب من مربين الأبقار والأغناء احنا ناخذ قدر إمكاننا الحليب بأعلى سعر ونحاوله أو نصنع منه لبنة وجبنة ولبان ونبيع المنتج بأقل الأسعار يعني بأسعار منافسة للسوق المحلية تقريبا يعني احنا بدنا نحاول نصل إلى من 300 إلى 500 كيلو عم نطور يعني بدأنا ب50 كيلو الآن وصلنا إلى 110 إلى 120 كيلو نقوم احنا بدورنا بالاستلام الحليب من المراضيين ومراضيين المواشي وفحصه في المخبر وقسم في المعمل لفحصه الدسم وإلى آخره ونظافته وإذا فيه خلط ماء أو كده إلى آخره نشرف على نظافة الإنتاج ونظافة المعمل ويكون عالية الجودة نفحص درجة الحرارة أنه الحليب بالسعو طازج ولا صار له يوم يومين كذا فعدنا درجة حرارة لازم تكون ضمن درجة حرارة الجسم الطبيعي فعدنا مغييس ثاني اسم هو البيئة الحموضة فهنا مغييس إحنا البيئة عندنا مغييس محدد عندنا يعني بشكل تغريبي من الستة ونص للسبعة هنا درجة البيئة الشيء يكون مقبول إذا كان أعلى منها فهنا الحليب ما نستقبله إحنا يستقبل المعمل الحليب من مربي الأغنام والأبقار بأعلى سعر ويستخرج منه جميع مشتقاته بعد أن يخضع لفحص في المخبر الخاص بالمعمل ويطرح بالسوق المحلية بسعر التكلفة وقد بلغت القدرة الانتاجية للمعمل 500 كيلو جراما تقريبا يوميا والمعمل قيد التطوير نحن عاملاتين نستقبل الحليب ونصفي بعدها نخفره تصير درجة رحلة 50 أو 45 هذا المعمل الجديد أول مرة يفتح لنا بالصدخة ووفر فرص عمل الشباب وبنات هذه المنطقة وبالإضافة إلى كافة مشتقات الألبان والأجبان يرفض المشروع الأسواق المحلية بمنتجات الألبان والأجبان طبقا للمواصفات القياسية وبأسعار منافسة ويساهم بخلق فرص عمل جديد لعدد من الأسر في المنطقة كشفت البيانات المالية في المصرف الصناعي عن ارتفاع أرباحه بمعدل 177% خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع ملياري ليرة وذلك مقارنة مع 722 مليون ليرة للفترة نفسها من العام الماضي هذا ومنح الصناعي في الربع الثاني من العام الجاري مائة وعشة قروضا تجاوزت قيمتها 5 مليارات ليرة وهو يمثل ارتفاعا بمعدل 29% في عدد القروض التي منحها مقارنة مع ربع الثاني من العام الماضي كما منح الصناعي 55 قرضا صناعيا وحرفيا بقيمة مليارين ونصف المليار ليرة وهو يمثل زيادة في منح القروض الصناعية بواقع 34% بدأ مزارع القطن في ريف حلب بجني محصولهم لهذا العام والذي يعتبر جيدا بالنسبة للمساحات المزروعة والتي تجاوزت 590 هكتارا هنا في الريف الشرقي بدأ موسم قطاف القطن ومديرية زراعة حلب تقوم بجولة على المزارعين للوقوف على اهم متطلباتهم وقد اكدت مديرية الزراعة على انها لا تستخدم المبيدات الحشرية لمحصول القطن بل تعتمد على الاعداء الحيوية مما يعطي انتاجا جيدا ونوعيا ويعتبر المحصول جيدا جدا هذا العام حيث تجاوزت المساحة المزروعة 590 هكتار حاليا نحن في حق القطن حاليا نتم قطاف القطن المساحة المزروعة في محافظة حلب بالنسبة لمحصول القطن 590 هكتار يتم قطاف القطن وتعبئة القطن طمم شلول قطنية يتم تسليم الفلاحين الشلول من المصارف الزراعية ويتم قطع شهادات منشأ وتسويق القطن الى محلج التشرين التي تقوم باستقبال كافة الاقطان الموجودة في محافظة حلب طبعا يعتبر محصول القطن محصول استراتيجي هام جدا ومحصول اقتصادي كونه يدخل فيه الصناعات النسيجية بالاضافة انه يستفاد من بزول القطن في استخراج الزيت بالاضافة الى يستفاد من بزول القطن في المادة العلافية بالنسبة للحيوانات اللي هي الكسبة رغم تحسن الانتاج ووفرته هذا العام الا ان ارتفاع مستلزمات الانتاج وتكاليفه من محروقات واسمدة اضافة الى ارتفاع اجور اليد العاملة كانت من اهم المعوقات فقامت الحكومة السورية برفع سعر استلام محصول القطن من الفلاح الى اربعة الاف ليرة سورية الظروف الجوية اثرت السنة على القطن درجات الحرارة جفاف قلة المياه جفاف الابار هذه حالة اثرت على القطن فاحنا نريد ان يكون مكافأة تشجيعية للفلاح حتى تزيد عن مساحة القطن اكثر واكثر الحمد لله الموسم السنة كويس يعني نتأمن ان يزيدون سعر القطن لان تكلفته صارت غالي السماد المحروقات كله غالي يد العاملة غالي الفلاحة كله غالي يعني املاقي صعوبات كفيرة مشان سنتي تجاي سنة المقبلة اعلم تزرع قطن اكثر من هيك متأمل من السنين الجاي ان الدولة تساعدنا اكثر من هيك يعني تشون تكلفة ما متناسب مع سعره وديراني يعني كلها عينة علي تقولون شون اذا بديسألوني شون زراعة القطن يا بوحمد تقولون والله هي سجراته ممتازة بسي تشجيع يعني مثل السنة زرع عشر درمات سنتي جاي بسرع خمسين يعني بصفي يعني بترجع تزدهر واجدي زراعة قطن موسم كويش ان شاء الله هالسنة نجي الصبحيات منحوش وقاتك هالله بباركنا به ايو الله يطرح الباركة ان شاء الله كانت سوريا منذ عشرة اعوام من اوائل الدول المنتجة للقطن عربيا وعالميا الا ان الحرب والحصار الاقتصادي اضافة لسيطرة الاحتلال الامريكي وقسد على مساحات واسعة من الاراضي الزراعية ادى الى تراجعها بشكل كبير جدا هيثم كزو قناة سمى الفضائية ريف حلب الشرقي قدرت الهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب انتاج محصول التبغ للموسم الزراعي الحالي بحوالي 2900 اطنان ضمن الاراضي الزراعية في مجال عملها اذا بلغت المساحة المزروعة بالتبغ نحو 1270 هكتار تتركز زراعته في مناطق محردة وجبرملة وسقلبية وعين الكروم وسلحاب تصل توقعات انتاجية الهكتار الواحد لنحو 2400 كيلو جراما اغلبها من صنفي البرلي وفرجينيا الذي يتميز بورقي الكبير والعريض والنمو الكبير لشتلته حيث يصل طولها لحدود المتر ونصف المتر حدد فرع المؤسسة السورية للحبوف الحسكة يومي الأحد والخميس من كل اسبوع موعدا لاستلام الأقمحي من الفلاحين والمنتجين ممن لم يتمكن من تسويق محصولها خلال الفترة الماضية ويأتي تحديد أيام للاستلام والتسويق في إطار حرص المؤسسة على استقبال إنتاج الفلاحين وإتاحة المجال لمن لم يتمكن من تسويق محصوله وإيصاله خلال الفترة الماضية إلى المراكز المعتمدة للتسويق هذا وسيكون التسويق إلى مركز الثروة الحيوانية يوم الأحد وإلى مركز الطواريج يوم الخميس وصلت كميات العنب العصيري الموردة للشركة السورية لتصنيعه في محافظة السويد منذ بدء موسم الاستلام من المزارعين قبل ثلاثة أسابيع ولغاية تاريخه وصلت إلى نحو ثلاثة ألاف طن تعتبر الكميات الموردة حتى الآن جيدة وأفضلة من الموسم الماضي بحسب ما ذكره فادي شقير المدير العام للشركة الذي لفت إلى مواصلة السلام المحصول من المزارعين بسعر قدره ألف ليرة للكيلو جرام الواحد للعنب الأبيض وألفا ومائتي ليرة لكيلو العنب الأسود النشرة انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة